موسيقى حياكم الله في هذه الحلقة الخاصة من برنامج يا أهلا علاقته بالخيل قائمة على مبدأ المحبة أولا ثقافته فيها عميقة بما يضيف لك حين يحدثك عنها أما إنجازاته في هذا المجال فيخبرك عنها تاريخ من الذهب يحيط ذاته بما يكفي من التفاؤل كي ينتصر يحضر السباقات بروح العاشق المتحمس لمصافحة المنصات ويقطع بدعمه وعطائه وقربه أشواطا من النجاح هو جواد الروح قبل امتلاكه جواد السباق وهو فارس الخلق قبل اقترابه من الفرسان والفرس وهو ابن هذا الوطن الذي رفع شعاره على قمة أعلى وأغلى سباق عالمي جاعل الراية سارع للمجد تعلم العالم كله أننا أسياد الميدان وإذا الخيول تسابقت أهلامها جاء السعود ليقطف الأمجادة صاحب السمو الملكي الأمير سعود ابن سلمان ابن عبد العزيزة هنا الجنون هنا الكعس الأغلى هنا الكعس الأغنى هنا نجد هنا الرياض هنا المملكة العربية السعودية هنا الشد الكبير هنا الشد الخطير هنا المحاولة المثيرة وسكرة تنبشن خطير بكل المعايير ميت نايت ما زال حاضرا ولكن أيضا الدخول من كانتري قرامار كانتري يواصل كانتري مع القدوم الكبير أمبلوم رون أمبلوم رون هذا هو الطريق إلى السعودية الطريق إلى الرياض الطريق إلى المجد السعودية مجد السعودية يا سلام عليكم يا سعودية يا دارش يامبو حياكم الله في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية التي تأتيكم من برنامج أهلا ونحن نحتفي بهذا المنجز السعودي الكبير ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا هنا في الاستوديو صاحب السمو الملكي الأمير سعود ابن سلمان بن عبد العزيز سمو الأمير حياك الله معنا في أهلا وشكرا لقبولك دعوة البعض أهلا وسهلا وإن شاء الله تكون حلقة ممتازة إن شاء الله نبارك لك هذا الفوز الله يبارك فيك ونبارك للوطن نبارك المولاي خادمنا شايفين وسمو سيد ويل عهد وجميع الشعب السعودي وإن شاء الله أن الانتصارات السعودية في جميع المجالات تكون من تقدم إلى تقدم أفضل بإذن الله إن شاء الله سمو الأمير اسمحنا في الجزء الأول نأخذ كواليس وحكاية ما قبل السباق يعني الكواليس اللي إلى الآن ما ظهرت للناس إحنا شفنا المجد وشفنا الفوز ما قبل السباق كيف كانت الاستعدادات؟ الاستعدادات كانت بشكل الاستعدادات ما كانت قبل السباق مثلا بشهر أو شهرين هذا عمل عام كامل سنة كاملة نعمل على الكاس السعودية وطريقة التأهلية وتجهيز الجواد والحمد لله أنها أتمها الله بالفوز وإن شاء الله أنها نقدم الأفضل في كل وقت بإذن الله جميل وإش كان الحوارات اللي جمعتك بالمدربين بالخيال الأشياء اللي ما ظهرت إلى الآن قبل السباق قبل السباق نفس اليوم أنت قصدك نفس الليلة السباق نفس الليلة السباق الليلة السباق اجتمعت مع الخيال والمدربين واتفقنا على خطة السباق والطريقة اللي يطبق فيها راكز الجواد الجوادين مكينغ وامبلام رود والحمد لله جميع الخيالة راموس أو أليكسس مورينو كلهم طبقوا الخطة المطلوبة منهم أنهم يعني يقومون بالأشياء المطلوبة منهم والحمد لله أنهم قدموا الأشياء المطلوبة منهم نعم كان فيه في السباق خيول منافسة بلا شك وقوية وعلى مستوى العالم وحصدة إنجازات كان هذا الموضوع مخيف لك بينك وبين ذاتك إيه أكيد من المشارك معنا مشرف بطر النسخة الماضية كذلك مندلون وكذلك خير كثير يعني ما أقدر أقول لك هذا كلها والأكيد أن ما في أحد متأهل للشوط هذا إلا أنه بطل لأن الشوط هذا ما جايه لأبطال العالم وكل الشوط صعب لكن الحمد لله أنه توفيق الله قبل كل شيء والحمد لله أن الخيالة قاموا بالشيء المطلوب منهم وتمها الله بالفوز وأهم حاجة الفرحة صحيح المولاي وسمو سيدي وجميع الشعب السعودي هذا أهم حاجة عندي وهي اللي كانت مشكلة يعني التوتر بالنسبة لي أنهم يقولون أنه شعار السعودي هذا كانت مسببة لي التوتر لأنه أمر صعب أنك تكون حامل شعار الوطن لكن الحمد لله أن الله عاننا عليه ووفقنا والحمد لله الحمد لله وإن شاء الله تتوالى النجاحات بإذن الله بإذن الله أثناء السباك كان فيه من الأصطب اللي تتابع لك كان فيه ماكينغ والذي تأهل لكاس السعودية بعد فوزه بكاس خادم الحرمين الشريفين وهو فوز مهم وكان فيه مبالمرود والذي تأهل بعد حصوله على ريت عالي وكاس الملك فيصل وأيضا يعني استحقاق مهم توقعاتك الشخصية للإثنين كانت المين بصراحة قبل التوقعات كانت لمبالمرود من البداية من البداية لماذا؟ من البداية قبل حتى استباق بكم يوم يعني الكلام بينه وبين المدرب طبعا المدربين للصطبل يعني أحمد الواحد هو المدرب الأساسي ومتعب الملوح وجميع طاقة من الصطبل هشام عبد الواحد وجميع طاقة من الصطبل هذا فريق كامل وأنا أحب أذكره فريق كامل أنا ما أحب أن أنسبه لأحد محدد هذا فريق كامل وعمل جماعي وكان حديثي مع مدرب أحمد أنه نتناقش وأنه دردشة كانت كنت أقول أنا حاس أن إذا فيها أحد عندك بيكسب أنها أمبل أمرود لأن المسافة تناسب أمبل أمرود أكثر من ماكينغ ماكينغ يروح المسافة إلى 2400 أو أكثر أما الأمبل أمرود من 1800 إلى 2000 متر فعشان كذا هذا كان النقاش حسبتها على المسافات عشان كذا قلت أنا رشح إذا عندك واحد بيكسب إن شاء الله أنها هذا متى كانت قبل بداية السباق تماما قبلها بيوم قبلها بيوم بيومي كان نقاش يعني كدردشة وصار الحمد لله طيب الدعم الموجود في كأس السعودية إجمالا لكل المشاركين وبالذات الاستبلات السعودية الموجودة كيف تصفوا لنا أنت كمالك اليوم كقريب من هذا الموضوع كانت كصلك دعم من هيئة فرسية نعم دعم كبير يعني بعد توجيهات مولاي وسمو سيدي الأمير بندر وجميع أعضاء مدلس دارته كلهم الأمير عبد العزيز بن تركي الأمير عبد الله بن خالد جميع الطريق اللي معاه كلهم قاموا بال أنه يظهر الحدث بالشكل اللي يمثل المملكة العربية السعودية ويرقى لطموح مولاي وسمو سيدي ويل العهد والحمد لله أنه طلع بالشيء المطلوب جميل الخيل أو الجواد اللي يراهن عليه أنه يفوز اللي أنا كمالك أتوقع أنه يفوز ما هو مواصفاته؟ طبيعي أنت تقوس على المسافة كذلك على إنجازاتها استابقة وكان فيه في الشوط طبعا مشرف البطل للنسخة الماضية كذلك من دلون ومتأهل من أمريكا كذلك كثير خيل أمريكية كانت في الشوط ومعانا خيل أوروبية وكذلك معانا الظاهر يعني فرس يابانية ومجموعة أنا لا أذكر لي في الشوط بالضبط هذه اللي أذكرهم وكلهم أبطال وكلهم كانوا مرشحين طبعا المرشح الأساسي كان مشرف ومندلون لأنهم مشرف لأن البطل للنسخة السابقة ومندلون لأنهم متاحل طريقة منتازة كانوا مرشحين أكثر من أمبل أمرود؟ يعني أنا أتكلم بنظرة أصحاب الخيل أمبل أمرود ما كان مرشح ما كان مرشح من الجميع نهائيا نعم هذه مفارقة حتى أنا أقرأ في جريدة أمريكية بعد السباق كما رشح إلا شخص واحد في أمريكا شخص واحد من 200 شخص والجميع كانوا رشحون مشرف ومندلون لأنهم فعلا كانوا يستهلون أنهم يرشحون لأنهم هم الأبطال لكن أمبل أمرود ما شاء الله أثبت أنه بطل وأنه ينافسهم يمكن أن تقول الأمير من الأشياء التي لم أخذت مساحة من الضوء أكثر أنه ما كينغ أيضا الجوادي الثاني الذي كان مشارك أخذ رابع العالم نعم يعني هل هذا المركز بالنسبة لك مبشر ومفرح؟ ولكن أنت تشوف أنه ممكن يأخذ مركز أكثر تقدما من الرابع؟ لا أنه أخذ الرابع العالم هذا شيء كبير أنك تأخذ رابع العالم و أنت اللي وراك خيل الريت حقها أو التقييم حقها أعلى من ماكينغ وأعلى من أمبل أمرود فطبيعي أنها إذا تقدمت عليها أنك أكيد أنك أفضل أما بالناحية أنا برجع إلى أمبل أمرود نحن من بعد ما استقطبناه العام الماضي وبعد مركازه في الطايف على طول كنا بعد ما اجتمعنا قلنا الجواد هذا مكانه مو بشواط العادية هذا مكانه الشوط الرئيسي في كاس السعودية هذا الكلام كان في الصيف في الطايف بداية موسم الطايف بعد ما أخذ كاس الطايف اجتمعتنا ومدربين والأخ فراج وليه مش في استبل فاتفقنا أن الجواد هذا على أداءة ما شاء الله أداء جواد عالمي مو جواد محلي والحمد لله أن هذا كلام كان في الصيف فكان اتفاقنا أنه بعد ما أخذ كاس الطايف قلنا هذا فقط يركض مركضين وأنه يروح لكاس الشوطين أو أشوات قليلة في الرياض ويروح على طول الشوط الرئيسي للسعودية و الحمد لله أنه كان قد الهق و بعد توفيق الله كل تنبؤاتك التي خاصت مبلد رود يعني صارت على أرض الواقع الحمد لله طيب أيضا أنت تقول في الصيف في قبلها في تصريح لك في صحيفة الرياضية كان في 5 أبريل 2021 حينما سئلت عن كأس السعودية قلت فيه نطمح للمشاركة العام المقبل الذي هو تقصد هذا العام في معظم الأشواط و من ضمنها الشوط الرئيس و ننافس عليها بقوة هذا يعني أنه كان عندكم مخطط واضح من بعد نهاية كأس السعودية الماضي أنكم تحصدون اللقب؟ نعم هذا الصريح كان في الرياضية العام الماضي بعد نهاية الموسم موسم الرياضي العام الماضي اتفقنا أنا و المدربين بعد ما شفنا كأس السعودية والزخم العالمي عليه بعد دعم مولاي وسيدي حفظهم الله سيدي و الأحد حفظهم الله فهذا الزخم والدعم الكبير قلنا لا بد أن يكون لنا مشاركة و مشاركة فعالة لأن أنا أشوف إذا أنك تشارك المجرد المشاركة في أي شوط أنا أشوف أنها غير مناسبة لأنك مشارك و أنت عارف أنك ما رح تأدي هذا فيها يعني إحدار للوقت و كذلك رهاق للجواد فأنا أشوف أنك إذا ما أنا مشارك في شوط و منافس فيه أو لماذا أشارك فيه هذه كانت بجهة نظري فكان هدفي إذا كنا بننافس في كاس السعودية العالمي نشارك إذا ما حسنا ما لنا ما نقدر ننافس لا ما نشارك لكن الحمد لله أننا جهزنا جوادنا و هقينا فيه هقوة أنه ننافس و الحمد لله أنه ننافس و أخذ اللقب و مثل الوطن خير تمثيل الحمد لله جميل أمبل أمرود الجواد ودنا نوضح هذه الصورة بس للمشاهدين المشاهدات أنه هو ركض في السعودية و أشرف عليه في السعودية و كان بالكامل كل التجهيز و الترتيب له في السعودية نعم هذا أمبل أمرود قصته أنه كان في أمريكا و معسوف في أمريكا و مجهز في أمريكا بس ما ركض في أمريكا يعني معسوف و مجهز في أمريكا لأن فيه أنا بأقول المعلومة هذي يمكن اللي ما هو في الخيل يمكن فيه مزاد في أمريكا تجي فيه الخيل اللي تسوي تمارين و تكون معسوفة و مجهزة فقط تروح على طول للسبق هذه تشترى من أمريكا و تقدم لأي دولة في العالم بحيث أنها تشارك في الدولة صح أن الجواد يكون مستورد و أمريكي لكن مشاركته الأولى في الدولة اللي هو راحلها فأمرود جال السعودية و شارك في السعودية و بعد ما شارك في استبلة السابق ثلاث مشاركات أو أربع مشاركات عرض للبيع في مزاد في الرياض هنا بعد ما شارك عند مالكها السابق طيب تم اقتناء الجواد و نحن شايفينه من قبل المزاد يعني من قبل المزاد هو يركض الحصان متابعينه و عارفينه بس كنا نشوف الفرصة كيف نستحول على هذا الجواد فلقينا فرصة أنها راح للمزاد فالحمد لله الله وفق و خذيناه جميل تذكر متى كانت؟ عام كم؟ العام الماضي العام الماضي نعم جميل طيب قبل ما نطلع للفاصل يعني أمامنا كذا منظر جميل هذه الكوس بس لو نشرحها الكاس الأول الذي هنا هذا كاس خادم الحرمين الشريفين على فكرة فضل أعطيكم معلومة كان العام الماضي في يوم كاس السعودية المزاد حقه كان العام الماضي في 26 2021 المزاد حقه في 26 2022 سوى كاس السعودية ما شاء الله ما شاء الله و إن شاء الله للعام القادم بإنجازات أكثر وأكثر إن شاء الله و اسمه الأمير هذا أول شيء كاس خادم الحرمين نعم هذا كاس مولاي خادم الحرمين الشريفين اللي أخذ مكينغ وتأهل إلى كاس السعودية والثاني طبعا هذا كاس السعودية نعم كاس السعودية اللي بعده هذا كاس ولي العهد هذا كاس سموه سيدي العهد للإنتاج والمستورد الكاسين أنتم في كؤوس ولي العهد تملكون ثلاثة كوس في كوس العهد تملك ثلاثة العام الماضي كاس المستورد بمكينغ السنة هذه كاس الإنتاج بالجواد النجام كأس المستورد بالجواد مكينغ جميل تسمح الاسم الملك والملك برضه بمكينغ إذن بعد هذا الفاصل مكملين حوارنا معكم في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية مع صاحب السمو والملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز الأمير سعود بن سلمان كان يتوقع فوز أمبل أمرود وهو ما حدث ويقول أنه يدخل للمنافسات من أجل تحقيقها وليس فقط من أجل المشاركة المفارقة الجميلة في المعلومات أنه في 26.02.2021 تم شراء أمبل أمرود من المزال وفي 26.02.2022 استطاع أمبل أمرود أن يحصد كأس السعودية بعد هذا الفاصل المكملين حياكم الله مجددا في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية التي يشرفنا فيها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز اسمه الأمير حياك الله مجددا معنا في أهلا أهلا وسهلا الآن نأتي للجزء الثاني اللي هو يوم السباق والفوز بالنتيجة بنشوف فيديو بعد إذنك ونسمع تعليقك عليه في البداية هنا الجنون هنا الكعس الأغلى هنا الكعس الأغنى هنا نجد هنا الرياض هنا المملكة العربية السعودية هنا الشد الكبير هنا الشد الخطير هنا المحاولة المثيرة وسكرتنبشن خطير بكل المعايير ميدنايت ما زال حاضرا ولكن أيضا الدخول من كنتري جرامار كنتري يواصل كنتري مع القدوم الكبير هذا هو الطريق إلى السعودية الطريق إلى الرياض الطريق إلى المجد السعودية مجد السعودية يا سلام عليكم يا السعودية كيف عشت هذه اللحظة؟ هذه اللحظة عشتها طبعا الشوط أنا ما شفته كنت حاضر لكني حاولت أني أغطي رأسي أو كذا كل الشوط ما شفت منه؟ لا ما شفت الشوط الشوط صعب يعني فحاولت يعني لا أشوف الشوط يعني ألهي نفسي لا أريد أن أشوف الشوط لين ننتهى الشوط لكن الحمد لله كيف كان يعني متى فتحت عيونك على لحظة التجاوز؟ أنا أسمع الصوت أنا كنت مغلق يوني و أسمع الصوت يعني فأنا أسمع اللي في المنصة يشجعون أنا عرفت أن فيه سعودي فائز بس ما كنت أدري هو أنا أو أحد ثاني لأن فيه جياد من خارج المملكة جاي لكن ملاكة سعوديين فأنا فأسأل اللي جنبي أقول من لي فائز قال لي أنت اللي فائزت فقلت لها متأكد فأطلع الزيادة و قال لنا فالحمد لله جميل لما رجعت البيت و صرت تشوف السباق من بدايته متى اللحظة اللي حسيت فيها أنه الجواد سيكسب؟ طبيعي في الأربعمائة متر الأخيرة في الأربعمائة متر الأخيرة بعد ما يعني طلع الجواد على برة طلع من الخيل و كان الجواد آخر جواد و أنا بعد الشوت حقه ما شاء الله يذكرني بأروغيت شوت أروغيت في دبي نفس الطريقة كان آخر جواد والحمد لله وأنا أصلا رامس الخيال بعد ما قبل الشوت قبل بيون يمكننا نتناقش أنا و رامس كنت أقول لقد ما تقدر يا رامس لا تستعجل على المرود خلي الخيل تمشي و خليه يمشي براحته بس في الآخر حاول أنك تطلع من الخيل و هو إن شاء الله أنه يمشي معك فسوى كل اللي قاله كل اللي قلناه له والحمد لله أن الله وفق بعد الأول اللقاء بينك و بين رامس بعد الفوز ما الذي يدار فيه الذي يدار فيه طبعا هنهنا بعض و هذا ما أقدر أقول أنه شعور لا يوصف أنا لا أدري حتى كل وقت وش كان شعور معني كان شعور غريب فحتى الدرجة أنه رامس هو حتى قال أن هذا أهم سباق له في حياته طبعا رامس ترى خيال قديم في السعودية يعني أكثر من 20 سنة في السعودية فكان يقول هذا أهم أهم سباق لي أخذته سواء في دولته أو في السعودية جميل لقطة تاريخية بصراحة من تعبيرات الفوز كان فيه لقطة للأمير بندر بن خالد الفيصل و تم تداولها بشكل واسع جدا إذا تسمحنا نشوفها و نسمع تعليقك عليها الأمة السعودية هي الأول أوب 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 هكذا الراية الخضراء هكذا الراية الخضراء الخفاقة دائما قيادة و شعبا في هذا الوطن العظيم وبعدها خلال العام الماضي كان فيه مزاد هنا و بيع اليوم يبين نفسا الأقوى لا تنسى راو الإحصان يتمتع بميزة كبيرة أعتقد تعليقك هذه فرحة هذه فرحة الفوز الفوز شعار الوطن و الأمير بندر الله يسلمه يعني بتوجيهات مولاي و سمو سيدي سمو سيدي و العهد في الارتقاء بالفروسية الأمير بندر عمل عمل كبير بتوجيهات سيدي و العهد يعني عمل كبير نقلة نوعية اللي صارت في الفروسية وهذه الفرحة اللي تشوفها هذه فرحة فوز الوطن فوز جياد الوطن و الشعار الوطن يفوز لأنه طبعنا ما يمثل السعود يمثل شعار الوطن و يمثل الشعب السعودي يعني المعلومة أن جميع الجياد المشاركة من أوروبا أو أمريكا ملاكها سعوديين صحيح ملاكها سعوديين لكن المعلومة اللي لا يعرفها أن الجواد محسوب على دولته القادمة منها نفض مثلا جواد مالك السعودي لكن كسب وهو جاي من أمريكا اللي بيفرحون لأمريكا أو أي أول دولة و يكون محسوب لهم محسوب لهم الفوز حتى يحسب يقولون أمريكا فازت أو اليابان فازت أو بريطانيا فازت هذا اللي بوصل الله طب هذا النقلة النوعية سمو الأميرة اللي تكلمت عنها الآن لكن نقطة لو سمح يتفضل أمبل أمرود و ماكينغ متأحلين من الرياض من المملكة العربية السعودية صحيح أنهم مستوردين من أمريكا و من أوروبا الآن بس منهم متأحلين من المملكة العربية السعودية نعم أمبل أمرود تأهل لأنه أخذ ريت الأعلى و كاس الملك فيصل نعم و ماكينغ لأنه أخذ كاس خادم الحرمين الشريفين نعم طيب النقلة اللي تكلمت عنها قبل شوي في الفروسية أنت قريب من هذا المجال كثير نقدر نقول عنها أنها نقلة تاريخية لم يشهدها تاريخ الفروسية من قبل في السعودية نعم النقلة النوعية فضل الله أولا ثم دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين و سمو سيدو العهد حفظهم الله كذلك متابعة الأمير بندر و اللي هو نقل توجيهاتهم و و تطلعاتهم حفظهم الله اللي الحمد لله أنها أتت و كلها يعني في ثلاث و بعدين في معلومة ما أحد يعرفها من بر الخيل أن تصنيف كاس السعودية تصنيفه جروب و فئة أولى كان في السنة هذه السنتين السابقة لم يكن مصنف كاس السعودية واللي واللي متابع للنظام السباقات يعرف الكلام اللي أنا أقوله السباقات تصنف جروب وين و تو و ثري و لستد و كاس السعودية هذا شيء كبير فضل دعم مولاي وسمو سيدو العهد حفظهم الله أنه يصنف هذا الكاس الكبير العالمي في ثالث سنة له اللي هي السنة هذه جروب وين ترى هذا شيء كبير يعني في العالم كله ما في دولة في العالم صنفت في ثالث سنة إلا نبنك عربية السعودية فضل الله ثم دعم مولاي خادم وسمو سيدي ولي العهد اللي اللي يطمحون للكلمة هو كبير ومتابعة الأمير بندر وتنفيذ توجيهاتهم والحمد لله أنها أترى بالشيء الكبير اللي الحمد لله يشرف كل سعودي وكل أحد في العالم تقام كذا وهذا يزيد من فخرنا نحن كسعودي حقيقة اليوم لما نشوف هذا وأيضا هو الأغلى على مستوى العالم في قيمة جوائزه نعم طيب بعد فرحة الأمير بندر أيضا في لحظة التتويج في معنى صورة بنعرضها بعد أنك هذه لحظة التتويج اللي كانت لحظة أخذك الكاس وبحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذه اللحظة سمو الأمير والحوار اللي يدار بينكم وبين العمير محمد إيش كان أولا أنا أشكر سيدي صاحب السمو الملكي أمير محمد ولي العهد حفظه الله أنا قبل أدخل الخير استأذنت الله يطول عمره ويسلمه واستأذنت مولاي و قال لي الله يسلمه في ذاك الوقت الله يوفقك ويعينك وإن شاء الله أنك تقدم الأفضل فهذه حط على مسؤولية الآن في الصورة هذه قال لي بيض الله وجهك ورفعت روسنا قلت وجهك ما بيض ورأسك مرفوع دائما وإننا نتعلم منكم والحمد لله أنها أنا هذا كانت مسؤولية علينا بحضور بحضور سيدي ويل عهد هذه كانت مسؤولية أنا أي سباقي حضرة مولاي خادمنا شاهدين أو سيدي ويل عهد هذه تصبح مسؤولية علي أنا أريد أن أطلع بالشيء الزين قدامه والحمد لله أنها الله عاننا وإن شاء الله أن نطلعنا بالشيء الزين جميل وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح ومن توفيقي إلى توفيقي رب بعد الفوز كان في أحد اللقاءات معك وسئلت لمين تهدي الفوز أهديته لمقام خدم الحرمين الشريفين الملك سلماء عبدالعزي حفظه الله وإلى سمو ولي العهد وإلى الوطن وإلى والدتك الكريمة الله يحفظها ويطول بأمرها إيش كان دور الوالدة في الموضوع الوالدة الله يحفظها ويسلمها هي كل خير بالنسبة لي الله يطولها يطول عمرها ويحفظها ويعني شيء لا يوصف يعني أنا مولاي ووالدتي وسيدوي العهد شيء خاصة والدتي يعني شيء لا يوصف لكن الله يحفظها يطول عمرها وهي كل خير بعد الله كيف علاقتها بالخيل في علاقة مباشرة متابعة متابعة معي الحمد لله ومشجعة يعني الحمد لله يعني مثل مولاي وكذلك سيدوي العهد كلهم متابعين معي والحمد لله إن شاء الله أني أني أكون يعني قدمت اللي يرضي الله ثم يرضيهم إن شاء الله إن شاء الله اللي صار قبل وأثناء السباق حكيناه يعني كما ظهر أكيد سمو الأمير إنه في قصص وحكايات أثناء السباق بعد السباق صارت يعني ولم تحكى اللي منها محفز واللي منها ممكن يكون صعب وإش أصعب شيء ممكن يكون مر عليكم أو إش الحكايات اللي في الداخل ممكن نقولها للناس الأشياء الصعبة تكون قبل بعد نشار حمد لله ما في شيء صعب يعني بعد السباق يعني بعد ما أنتت النتيجة إيه لكن قبل طبعا أنت كل شيء تتوقع الجواد إذا جاب يدخل شوط إيه أنت تكون على عصابك اللي أن ينطلق الشوط لأن ممكن في أي لحظة قبل الشوط ينسح بالجواد لأي سبب إن كان فعشان كده أنت تكون على عصابك من قبل الشوط بفترة إلين انطلاقة الاستردع يعني في الشوط لكن الشعور اللي قبل الشوط هو شعور صعب لأنك تمثل المملكة العربية السعودية هذا شيء كبير يعني يضع مسؤولية على الشخص اللي يمثل المملكة في أي مجال والحمد لله إن قدمنا الشيء المطلوب هذا شيء يرضينا الحمد لله وإن شاء الله إننا ما نقصر في القادم بإذن الله جميل الناس اللي حولك الدائرة المقربة العائلة الأصدقاء قبل يوم السباق كان لهم توقعات معينة تخصك أم لا؟ لا التوقعات أنا من طبعي ما أحب أسمع التوقعات يعني لا ما أحب أسمعها أحب نتوكل على الله في كل شيء على قلاته لكن أكيد يشجعوني ويدعموني يعني كلهم الله يحفظهم يعني كلها كلها يعني دعم لي وإن شاء الله كذلك أسرتي يعني زوجتي وأبنائي كلهم يدعموني والحمد لله إنهم وإن شاء الله هننا نقدم الأفضل اللي يرضيهم ويرضي جميع مشجعين جميل وإش كان يعني خلني أقول أقرب التبركات أو التهنيئات لنفسك اللي وصلتك بعد الفوز أقربها أكيد 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 اتصال المولاي خدمها شوشين فيه ومباركة سيدي والعهد ومباركة والدتي ومباركة عائلتي زوجتي وأبنائي هذه الحمد لله هذا يعني الأهم وبعدها يجي الجميع الصحافة العالمية كانت مهتمة كثير يمكن إذا قارنناها بالنسخ السابقة أتوقع أنها الأعلى على مستوى الاهتمام كيف شفت ردود الفعل في الصحافة العالمية بعد الفوز ردود الفعل كانت كبيرة لأنه مدرب سعودي متعب الملوح يعني هو اسم المدرب أحد مدربين الاصطبل لأنه المدرب الأساسي أحمد ومتعب أحد مدربين الاصطبل لأن الاصطبل قايم بمدربين يعني ما فيه صبيب يقوم بشخص لكن الردود الفعل الخارجية في جميع في أوروبا أو في أمريكا يعني من الصحف اللي أنا قريتها أنها كاتبين في أحد الصحف أن المالك السعودي والمدرب السعودي والجواد متأهل من السعودية ويكسر في السعودية على خيل جاية من أمريكا ومن أوروبا ومن أمريكا جنوبية هذا شيء يعني فخر كبير لنا وشيء أنا ما قدر أوصف لك يعني ما عندي وصف لهذا الشعور فالشعور برضه يخلي عليك مسؤولية في ما بعد كاس السعودية المنافسات الخارجية هذه بتحط عليك مسؤولية أكبر لكن إن شاء الله أننا نكون قدها والله يعيننا إن شاء الله عليها وفي الجزء الجاي إن شاء الله بنتكلم عن ما بعد لكن قبل شوية ذكرت موضوع المدرب السعودي اليوم المدربين السعوديين في الخيل بصراحة كيف تشوف مستواهم هل نستطيع أن نقول أنه يوازي المدربين في أمريكا وأوروبا لا ما قدر أقول لك كذا هذا لا ما بعد وصلنا مضحة أن المدرب السعودي في الخيل يعني يوازي المدربين أوروبا الآن ممكن إن شاء الله مستقبلا ممكن لكن الآن أن المدربين السعوديين يحاولون وحنا نتمنى أن يكون فيه مدرب سعودي ينافس عالميا بشكل كبير وواضح لكن إن شاء الله فيه مدربين نافسوا بس في مجالات أخرى السعودي يعني لكن أنا أتكلم عنه ثيربرد بالذات ما أشوف فيه مدربين سعوديين برزوا عالميا يعني إلا محددين يعني وممكن سابقا لكن في الوقت القريب الحالي ما أشوف لكن أتمنى أن يكون فيه مدربين سعوديين وحنا بالعكس نطمح إذا شوفنا أي مدرب سعودي عنده طموح وزي كذا مستعدين ندعمه بالشيء اللي حنا نشوف أنه مناسب لنا يعني إذا شفنا عنده يعني شي قدمه وإن شاء الله أتمنى لهم كل التوفيق لأي سعودي أنت اليوم كمالك تقول أني لو وجدت أي كفاءة سعودية في التدريب سأستقطبها نعم إذا وجدت أي كفاءة سعودية في التدريب تنافس العالميين وتفيد الاستبل لأن أنت لن تجيبه على أساس فقط لنا السعودي ممكن يجيب لنا السعودي لكن ما يفيد الاستبل أنا أريد اللي يفيد الاستبل وأنه ينافس بشكل كبير يعني بشكل قوي وأنه بالعكس أنا عنده طموح إن شاء الله أنه بيطلع إن شاء الله بيطلع إن شاء الله وتجربة المدرب متعب خير دليل يعني واحدة من الأشياء المبشرة نعم الأستبل على أساس ينجح لابد أنك تابع أدق التفاصيل في الأستبل يعني ما تجيب مثلا الخيل وتخليها بس تركض ما تسوي لها برامج محددة تختار لها أشواط محددة يعني مثلا يجيك أي مالك أنا أتكلم بالعموم أي يجيك مالك محدد أي مالك يقول لك هذا الجواد هو بطل جواده بس أنه يركضه كل أسبوع هذا يرحق الجواد حتى لو كان بطل ممكن أن يفوز مرة مرتين الثالثة أو الرابعة ما رح يفوز ما رح يفوز موسوءا في الجواد من الإرحاق فمتى ما كان وعلى فكرة حننا ترى خيل استبلنا قليلة حننا ترى نعتبر خيل ما هي مقارنة بالكثرة الخيل اللي عند الملاك الآخرين أكثر أقصد كثرة خيل هذا شيء متعمد يعني أنتم تأخذون القليل الجيد هذا شيء أنا متعمد لأنني عندي وجهة نظر أنا يعني بفضل دعم مولاي وسمه سيدي نقدر نجيب كذا جواد لكن أنا وش الفائدة أنني يحط لي مثلا أربعين أو خمسين جواد في الاستبل وهي مهم قدمها الشيء اللي ترقى الطموحي أنا عندي وجهة نظر أنني يحط لي مجموعة محددة وكل جواد يروح لمسابقته اللي هو يقصدها ويحقق فيها الشيء المطلوب هذا عندي أفضل مني يحط لي عشرين جواد وهي ما منها فائدة هذا بس طيب جميل قبل ما أطلع الفاصل الثاني إذا سمحت لهذه الكؤوس الأربعة أيضا الموجودة أمامنا لو سألتك وين الأقرب منها لك الأقرب كاس مولاي أولا وكاس سمو سيدي ويل عهد وكاس السعودية ويأتي قبلهم كاس المؤسس اللي حققناه ثلاث مرات فهذه هي كل الكسان الكبيرة طبيعي كؤوس الملوك الآخرين اللي حققناها كاس الملك فهد وكاس الملك فيصل جميل تسمح لأن نأخذ فاصل ونكمل حوارنا بعد الفاصل فضل بعد هذا الفاصل مكملين معكم والأمير سعود بن سلمان يقول هذا الفوز ما يمثل السعود بس وإنما يمثل الوطن والشعب السعودي حياكم الله مجدداً في أهل وفي هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية التي نحتفي فيها بفوز الجواد إمبل أمرود للأمير سعود بن سلمان بكاس السعودية وضيفي هنا في الاستوديو صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان ابن عبد العزيز رحل فيك مجدداً سمو الأمير أهلا وسهلا خلصنا ما قبل السباق وأثناء السباق الآن بناخذ المستقبل ما بعد بس المستقبل القريب خلنا نتكلم ما بعد السباق من المعلومات التي عرفتها وممكن تصححها أنه صار فيه تواصل وعروض شراء لإمبل أمرود وش حقيقة هذا الموضوع نعم جانا عروض شراء للجواد إمبل أمرود وكذلك عروض أن الجواد يروح كفحل يعني يوقف عن السباقات يروح كفحل في أحد المزارع الأمريكية وبالأحرى هي كذا مزرعة مش مزرعة واحدة يمكن ثلاثة أو أربع مزارع ورفضناها قدموا عرض بس ما قالوا السعر قالوا إذا عندكم رغبة نتناقش بعد ما بلغني الأخ فراج قلت لا أنا نقفل الباب هذا إذا أحد تكلمك اعتذر منه وبعدها ظاهر أمس جاءنا كذا اتصاب كشراء أنه يروح يركض في أمريكا بإسم مالك آخر وأنا طبعا رفضت لا شراء ولا أنه يتحول إلى الشبا يعني ويوقف مشاركات الجواد بيركز إن شاء الله بيركز إن شاء الله بشعارنا وإن شاء الله أنه بيكون مشاركات خارجية إن شاء الله سبب رفضك حتى عدم التفاوض في الموضوع حبا في الجواد وحرصا على أنه يبقى معك وكذلك من منظور شرعي أنا سألت فيها أحد المشاريخ أنا سألت فيها وقالوا لي أنها ما يجوز شرعا اللي هو قيمة الشبا فأنا من يوم شفتها ما يجوز شرعا فقلت لا قفل باب هذا ويركز عندي ويركز إن شاء الله يعني باسمي أنت متأمل كثير في المستقبل في توقعات معينة إن شاء الله أنه بيقدم الأفضل إن شاء الله يعني إذا في سباق تتوقعوا قولوا نرجع للتصريح إن شاء الله بعد السباق إن شاء الله بيكون لهم مشاركات خارجية في أوروبا إن شاء الله مبدئيا وإن شاء الله أنا حين عم يرتب عليها متى ما شفنا الوقت مناسب أعلننا عنه إن شاء الله في سباق معين أنتو تخططوه له بالإسم ممكن نعرفه في سباق في إحدى الدول الأوروبية إن شاء الله بس ما أقدر أعلنكيها الحين لأن نرتب إن شاء الله طيب موعده متى متوقع يكون موعد السباق برضو ما أقدر أعطيك الموعد لأن نشوف المدرب وناقشه لأنه فيه كذا سباق يعني كذا سباق كذا خيار لنا ما أقدر أقولك إن خيار واحد ويكون فيه واحد ثاني أفضل مننا مثلا فلابد أجتمع مع الجهاز الفني جميل ونناقشه إن شاء الله طيب أيضا من ضمن السباقات التي طلب لها أمبل أمرود أو تأهل لها أحد السباقات في دبي بنشوف هذه التغريدة بعد إذنك ونسمع تعليقك عليها هذه التغريدة من مزرعة وإستبلات الأمير سعود الحساب الرسمي في تويتر بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان قررت إدارة إستبلات الأمير سعود إيقاف مشاركات الجواد إمبل أمرود بطل كأس السعودية العالمي هذا العام والاعتذار عن المشاركة في كأس العالم دبي العالمي 2022 هذا العام والتجهيز للعام القادم إن شاء الله إيش كانت أسباب الاعتذار؟ أسباب الاعتذار طبعا كأس دبي العالمي الكل يطمح أن يشارك فيه سبب الاعتذار أن الجواد أي جواد ليس أمبل أمرود أي جواد بيسابق في شوط محدد إذا كان كسب الشوط أنا وجهت نظري لأن أمبل أمرود دخل شوط يعني كبير وقوي وهو ما شاء الله صار قد الشوط هذا فأي جواد يدخل شوط كبير خاصة كاس السعودية شوط معك أفضل جهد العالم أكيدا بتأخذ من الجواد يعني ما راح يعطيك نفس الباور أو القوة في الشوط اللي بعده لا بد يأخذ راحته اللي كافية اللي أنا أشوف أنه شهر ما تكفي بين أمسية دبي والسعودية شهر أنا أشوف أنها ما تكفي فعشاس كذا اعتذرنا والله أمسية دبي الكل يطمح لكن إن شاء الله أنه في العوام القادمة بيكون لنا مشاركات في دبي وفي دول أخرى إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تسمحنا نأخذ فاصل ثالث في حلقتنا ونكمل حوارنا بعد هذا الفاصل مكملين معكم والأمير سعود بن سلمان يقول أنهم يجهزون ويخططون للمشاركة في سباقات أوروبية حياكم الله مجددا في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية التي نستضيف فيها في أهلة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز أرحب فيك مجددا سمو الأمير أهلا وسهلا فيما يتعلق بعلاقة الأمير سعود بن سلمان بالخيل والاستبل الأمير إحنا عملنا فيها لرصد لأهم منجزات استبل سموكم يعني ما شاء الله 75 اتصار في خمس سنوات إذا سمحنا نعرض سلسلة الانتصارات ونرجع نعلق عليها حلونا نشوف منجزات استبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان خمس سنوات حقق فيها الإستبل 75 اتصارا مؤكدا قوته وجودة خيوله بين الإستبلات منجزات جروب واحد كأس السعودية العالبي كأس المؤسس لثلاث سنوات متتالية كأس خادم الحرمين الشريفين ثلاثة كؤوس ولي العهد كأس الملك فيصل كأس الملك فهد مرتين منجزات جروب اثنان كأس الأمير محمد بن سعود منجزات جروب ثلاثة كأس وزارة الخارجية كأس وزارة الدفاع كأس وزارة الداخلية منجزات مختلفة أحد عشر مكسبا لكأس عادي تسعة وأربعين مكسبا لأشواط أخرى ما شاء الله سمو الأمير وشين هنيكم على كل هذه الإنجازات فترة زمنية قصيرة قياسا بعدد الإنجازات وش السر وراء كل هذا التحقيق؟ الحمد لله توفيق قبل كل شيء والعمل المدروس يعني التركيز في العمل اللي هو برنامج الاصطابل برنامج كل جواد والحمد لله أنها أدى الشيء المطلوب منه هو أن هذه التحقيقات الكبيرة اللي جاءت بعد توفيق الله هذا ممكن يغريك أنك تغير شوي من استراتيجية الخيول الأقل إلى الأكثر علشان تستمر أكثر في الإنجاز؟ لا أننا بنستمر بنفس الطريقة ونشوف أن هذه الطريقة هي الطريقة المناسبة وإن شاء الله نقدم الأفضل سمو الأمير متى بدأت علاقتك الشخصية بمجال الخيل؟ قبل خمس سنوات أول سنة كانت مجرد الهواية يعني استمتاع لكن صارت حب وعشق يعني الخير لا كنت أتوقع أنها تستركيز لكنها صارت شيء ممتع الدرجة أن الأسبوع اللي يكون ما عندنا سباق فيه نحس أن ما عندنا شيء نسوي فيه سيقصد نهاية الأسبوع إذا ما عندنا شيء في نهاية الأسبوع لا نحس أن أحس أن ما عندنا شيء فصارت جزء من حياتنا جميل الفكرة في ذهنك سواء الآن أو مع الوقت هي فكرة عشق بحت لموضوع الخيل أو فكرة تقوم في جزء منها على الاستثمار لا ما هو الموضوع عندي استثمار لو الموضوع عندي استثمار كان وافقت الشركات الأمريكية اللي كلمت المزارع الأمريكية موضوع عندي ما هو استثمار موضوع عندي حب لهذه الهواية والموضوع عندي يعني عشق لهذه الهواية لو الموضوع استثمار كان أنا وافقت على الشركات الأوروبية والأمريكية اللي يكلموني لكن أنا ما وافقت والاستراجية في ذهنك أنه سيستمر علاقتي بالخيل علاقة محبة بالدرجة الأولى نعم علاقة محبة وعلاقة إن شاء الله إن جازت بإذن الله بإذن الله تسمحنا نأخذ فاصلنا الأخير ونكمل قبل الفاصل الأخير تذكروا الأمير سعود بن سلمان أمب الأمرود ليس للبيع وعلاقتي بالخيل تقوم على المحبة والأشق حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا وفي هذه الحلقة الخاصة التي تأتيكم وضيفنا فيها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز سمو الأمير أرحب فيك مجددا أهلا وسهلا في معنى فيديو يتحدث فيه الملك سلمان عن علاقة بالخيل إذا سمحنا نستعرض ونسمع تعليق عليك شوف الفيديو وهو الله الحمى عودنا على أن نركب الكهيم الصغر وكان الملك في هذا المقل لك رحمه الله أميرك رحمه الله هم أسادتنا في هذا الأمر كان فيه سمن حوش الخيل في وسط الرياضة الآن مقابل حديقة الفوطة من الغرب وكاننا نركب الخيل بعد العصر يوميا تقريبا ونطلع من هذا إلى البطحة وقت الخيل ما تغسل لأن نزل تجارها لوقت الحاضر تمرق في الرمل ونظفها ونركب ونكفيها إلى نروح الملز هذا الملز يسمي المدن لكون لزز الخيل فيه سباق الخيل فيه يعني وهذا أبعد مكان نروح له حفظ الله خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان عبد العزيز تعليقك الله يحفظ ويطول عمره ومولاي نتعلم منه الشيء الكثير في الخيل وفي جميع جميع التعلم منه كل شيء الله يطول عمره وكل شيء تشوفوني ناجح فيه أكيد أني متعلم منه الله يطول عمره ويحفظه ويحفظ مولاي وسمو السيدي أمين وش ممكن تكلمنا عن سلمان بن عبد العزيز الأب الله يطول عمره ويسلمه أب حنون ونتعلم منه كل شيء وكذلك نتعلم منه الشيء حتى الأشياء البسيطة ممكن نتعلمها منه الكبير والبسيط وما نقول لله يحفظه ويطول عمره آمين يا رب هذه الصورة وش تعني لك متى كانت؟ هذه الصورة كانت أول كاس مؤسس وكانت بحضور مولاي والصورة هذه كانت بالفرس مجتاحة قبل ثلاث سنوات وكان أول كاس مؤسس أشارك أفوز فيها أنا شاركت سنة قبلها ما في زنة فهذه أول سنة أشارك وكون مرشح السنة اللي قبلها شاركت ما كنت مرشح السنة هذه بحضور مولاي كنت مرشح فكنت رايح وأنا على عصابي لأنه بحضور مولاي كنت أبغى حضوره يتوج بفوزي قدامه زي ما كان كاس سعودية بحضور سيدي ويلعهد فكنت على عصابي أعتقد أن أتوج قدامه والحمد لله الحمد لله حدثتنا عن سلمان بن عبد العزيز الأب محمد بن سلمان الأخ ماذا تحدثنا عنه؟ الله يطول عمره ويحفظه أنه تعلم من سيدي ويلعهد كل شيء يعني من كنت صغير إلى الآن وما زلت تعلم منه كل شيء وأغلب التوجيهات أو كلها منه يعني شيء كبير وهو اللي علمنا الله يطول عمره أنه أنا سمعت صريح سابق طويل العمر يقول أنه يحب الشخص اللي عنده شغف وهذا الجزء من اللي حمسنا في الخيل اللي هو كلام سيدي ويلعهد واللي وضع المسؤولية اللي علينا اللي نتمنى أن نرقى الطموحة لأنه نعرف الطموحة اللي يطول عمره كبير وإن شاء الله أنه نقدم اللي يرضيه اللي يطول عمره آمين الله يحفظه طيب أبأ أخذك شوي أبأ أرجعك في المجال الرياضي شوي الخيل اسمحنا نطلعك منها شوي ونشوف هذه الصورة ونسمع تعليقك رب هذه الصورة للعضوية الشرفية تجديد العضوية الشرفية أعتقد كانت في 2010 ويظهر رئيس نادي الهلال أعتقد في أيامها الأمير عبد الرحمن بن مساعد صحيح هذه كانت قبل ناسي التاريخ بالضبط لكن طهر زي ما قلت 2010 نعم أنا كنت عضو شرف في الهلال على وقت الأمير عبد الرحمن الله يسلمه ومن المكان هذا أنا أسلم عليه ومسيب الخير كنت عضو شرف في ذاك الوقت لكن من دخلت مجال الخيل قبل خمس سنوات اعتذرت من العضوية الشرفية في الهلال لأنني أركز في سباقات الخيل لكنني متابع جميع الأندية ومن دخلت مجال الخيل حتى أحيانا تمر مبضايات للهلال أو الأندية التي في السعودية يعني ما أتابعها أتابع فقط للمنتخب الأول الأندية إذا كانت مشاركة خارجية يعني لأنه حصار التركيز كله في الخيل ونتمنى إن شاء الله لجميع التوفيق في كل المجالات إن شاء الله نتوقع عودة لك للرياضة أو للهلال؟ أنا متابع للهلال الكورة متابعة لا كعضو شرف لا كعضو شرف لا ما أعتقد طيب في معنى صورة أخيرة إذا تسمحنا نشوفها ونسمع تعليقك سعود بن سلمان بن عبد العزيز اليوم وإنت تنظر لذاتك هذا الرجل هذا الشاب كم حقق من طموحه و كم سيحقق وش الكلمة التي تقولها له يعني اللي أقول لنفسي إن أتمنى أن نرضي الله قبل كل شي ثم بعد أرضاء الله أرضاء ولي أمرنا خادمها شرفين وسمو السيد والعهد وإن نقدم أقدم شي لهذا الشعب في أي مجال ترى في أي مجال تقدر تخدم شعبك وإن شاء الله أني أقدم الشي اللي يرضي الله ثم يرضي مولاي ثم يرضي سيدي وي العهد ويرضي الجميع عني إن شاء الله امتلكتم كأس المؤسس لأنكم حققتوا ثلاث مرات متوالية 2019 2020 2021 تتوقع مرة رابعة توقع ما أقدر أقولك توقع أو ما توقع هذا السباق في علم وغير ممكن حصاني يكون مرشح وفي يوم ما يأدي لأداء مطلوب وكل مسابقة بكلها رونقة باسم مؤسس السنة هذه أننا مصرحين تصريح سابق لعام الماضي ما هو هدف لنا لأنه فيه جياد أخرى حيننا نشوف أنها مؤدية يعني أفضل وهو أساسا من التفقيم من العام الماضي ما هو هدف ونتمنى الجميع التوفيق اللي بيفوز فيها أو النفسنا فيه اللي بيفوز بنبارك له جميل أخيرا بالعادة سميها لضيفي تغريدات صوتية أخيرا سريعة إذا سمحت لي الأولى لملاك الخيل في السعودية واش تقول لهم أقول أنه لابد يكون الشخص عنده طموح طموح أنه يكون منافس في العالمية ويركز في شخص والجميع كلهم إن شاء الله فيهم بخير وبركة الثانية لإمبلام رود إن شاء الله نقول أول شيء ما شاء الله والله يبارك فيه وإن شاء الله أنه يقدم الأفضل في أوروبا وإمريكا إن شاء الله للقيادة السعودية ودعمها للخيل أشكر مولاي خادم محمد الشريفين وسموه سيد ويل عهد حفظهم الله لدعمهم المجال الفروسية كذلك لا يفوتني وجميع المجالات كذلك لا يفوتني أشكر صاحب السمو ملك أمير بندر بن خالد رئيسة الفروسية والأمير عبداليز بن تركي الفيصل والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان لأنهم يقدمون شيء كبير ويأكيد ينفذون توجيهات مولاي وسيد ويل عهد حفظهم الله وإن شاء الله أنهم قدها وهم كفوا إن شاء الله الرسالة الأخيرة للوطن اللي رفعتم رأيته عالياً في هذا السبب إن شاء الله أني قدمت الشيء اللي يرقى للوطن وإن شاء الله أن نقدم الأفضل مع أن ما نشوف شيء مهما نتقدم للوطن تحس أنك مقصر جميعاً سمو الأمير شكراً جزيلاً لك وليحضورك معنا في أهلاء أشكركم وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله أنا أشكر صاحب السمو الملكي الأمير السعود بن سلمان بن عبد العزيز حقيقة على تجاوبه النبيل على ضيافته على حضوره معنا في الاستوديو على رحاءة رحابة صدره على التجاوب من اللحظة الأولى للتنسيق حقيقة كل الشكر والتحية والتقدير للأستاذ فراج السبيعي أيضاً للشخص اللي كان متواصل معنا في هذا التنسيق وكل الشكر والتحية للإعلام القدير الأستاذ مساعد الخميس كل الفخر والاعتزاز بهذا المنجز الكبير اللي يحقق اليوم وسجل ودون باسم المملكة العربية السعودية والذي سيفتح الباب إن شاء الله كما فتح من قبل إلى إنجازات وطنية سعودية أكبر غداً يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل تصبحون على وطن لا يكفو عن المجتم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة